كنا نعرف الكوليستيرول هي مادة دهنية شمية التي توجد في الجسم وتنتقل عبر مجرى الدم تحتاج للجسم القدر معين منها لكي يعمل بطريقة صحيحة وإلا الأشياء تضطرب فاليوم نريد أن نعرف أكثر على الكوليستيرول خصوصا نتسكلم عن الكوليستيرول الصحي وكوليستيرول غير الصحي نتكلم عن الإشاعات التي تدور حول الكوليستيرول كذلك فأهلا بك سينابيل إياشي وشكرا لك هذا الموضوع لي ولا موضوع الساعة نريد أن نقوله للأسف ساميرا للأسف ولا موضوع الساعة فلي خاصة نعرفه أن الكوليستيرول هو مكون غدائي بحل المكونات الغدائية الأخرى لما تعرفوش الناس نستدنوا بأن الكوليستيرول هو ميفل المياه السلبي بأن عندهم واحد الفوبيا ولا واحد تخاوف كبير من الكوليستيرول وربما إن فوق نأخذ واحد المادة غدائية حتى أحدها ونقول لدي رفعها كوليستيرول وربما غدتخليني لخاصة نعرفوش رتيل واحد نقطة لها مهمة ساميرا في المقدمة ديالك هو أن الجسم تحتاج واحد الكيمية معينة هذه الكيمية تقريبا هي 300 ميلي جرام في اليوم بش نعطي مثال 100 جرام ديال المخ اللي تناكلوا في العيد ولا في الأيام الأخرى فيها تقريبا 1 جوش جرام وبالتالي من 300 جرام حتى الـ 2000 جرام وبالتالي فهي كمية اللي هي كبيرة اللي كينا في المخ 100 جرام ديال صفر البيض فيها تقريبا 1 جرام ولم نعطيها هذه الأمثلة ثم نريم أحدنا نقطة آخرى 300 ميلي جرام raft cen nか جداً من خ 55 للإغذية قد يساعم في الإغذية لكنه ليس كما تقريباً لأحدنا نعطى آخر فلا نعطيها لكن هناike نقطة آخرى سامير وفي المياي لوجد الكوليستيرول الذي كنا هنا في الجسم هي eso telries الجسم الذي يصيبها، لذلك لا يوجد مشكلة أن نأخذ كمية قليلة هي 300 ميليغرام ونعرف أن الكوليستيرول يدخل في التكوين من المجموعة الهرمونات والأنزيمة والخلايا الدماغية يعني نجد أن نضيف الكوليستيرول في الجسم لديه أهمية، لديه دور، لديه منفعة بحال جميع المكونات الغدائية الأخرى الفيتامين D لديه علاقة مباشرة بالكوليستيرول لديه أسميه الأبيل التي تساعد في هذه الدهون خصها الكوليستيرول لكي تصاوم المشكلة التي توقع في ناوة المشكلة التي توقع في ناوة، لديه خلال في التوازن ما بين إدخال كمية الكوليستيرول في جسمي وما بين أغذية التي تساعدني لكي نقسم الكوليستيرول في جسمي أنا ساميري يريد أن نضيف واحد بين قوصين لأنه سهل للإنسان يعطي نصيحة وفي أي دومان رأسا عن جيانة داباون يقول لك، عارتي الضواء وكانوا في الليمون يكون ولكن أنا لا أعرف لماذا تم مفاديك كيف يعقل ساميري يأتي شخص ويبقى يقول للناس المغاربة أردو بلكم من التناول للألياف الغدائية هذه سمعناها مؤخرا؟ تتكلمت لي عنها؟ هذه كاريتة ساميرا كاريتة كاريتة لأن كل واحد يبقى في التخصص والذي يبقى في التغذية والذي يبقى في التغذية والذي يبقى فيها والحمد لله، كل واحد يبقى لديه ميدير ولكن كنت أعطينا نصائح في هذا الجانب ماذا؟ أنا أسألة خطيرة جدا لأننا أصلاً نحتاج إلى 30 غرام للألياف الغدائية في اليوم الدراسة بينات إعلان أننا نأخذون بين 10 إلى 13 غرام ومن ثلاثة 30 غرام مفتنا بابو شعيب كانوا تأخذوا عايشين هي بالألياف الغدائية الحمد لله كانوا في صحة جيدة جداً منظمة الصحة العالمية أول نصحة عندها في التغذية هي السهلة كمية كافية من الألياف الغدائية هذا الكوليستيرول اللي خايفين منه الناس عنده علاقة مباشرة بالألياف الغدائية الناس لم يبدوا يقلبوا لو عثر سكنشبير مع الباربا وزيد عليه الحامد ونقص عليه دلع باش نقص الكوليستيرول الحاجة التي تساعدني باش نقص ونتخلص من الكوليستيرول الزائد هم الألياف الغدائية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يا ساميرا سنعرفوا بأن هذا الكوليستيرول لا تطلع منها ما تنوضحها يعني أنا جاء فيديو مفاق بليزير واحد نار ما قلت لي؟ أريد أن نكون بولفاف أريد أن نكون المخ أريد أن هذا ما ستكون في هذا النار؟ أو ستطلع لي كوليستيرول ستطلع لك أن تطلع ستطلع لك ستطلع لك فالكوليستيرول تطلع مع مرور الوقت والكوليستيرول السبب الأسباب ثلاثة أولا قلة الحركة ثانيا قلة الألياف الغدائية ثالثا الاكتار من تناول والكوليستيرول كيف يُعقل أن تتأخذ ما تنحيط الكوليستيرول هو واحد فخاكسة الليبيديك وهو الدهون وهي حيوانية فأنت تتأخذ اللحم في الغداء واللحم في العشاء والمقليات في الزيت ربعات المرات في السمانة والدهون اللي حضرنا عليها الموهدراجة الجوش ثلاثة المرات في الأسبوع وأنا كلمية نقول لك الخبز والشعير ومن الصيف كنا بشينا الشاون وحطوا النامع فطور بلدي تمر من رمضان لوس من عشرة هنا تقول لديك مشكلة يعني لا لديك ألياف غدائية التي سينغمال أن يكون لديك الكوليستيرول والمشكلة في الكوليستيرول ليس في حدات والأمراض الذي سنتج عليه لهذا السهلاك في الكوليستيرول يجب أن ينقص من كل ما هو حيواني كل ما هو حيواني كل ما هو حيواني إلى آخر ويجب أن يرفعه من كل ما هو نباتي ونحضرنا على النخالة لأننا نعود نعود إلى هذا النخالة الناس لا يريد أن يدخلوا إلى دماغهم بأن هذا النخالة لديه دور عجيب وغريب أعرفت ماذا ساميرا؟ حيث باقي الثامن الخرب مؤخراً السهلاك الخرب يساهم في خفض نسبة الكوليستيرول وفي الجسم كان أول جل تبصيل 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 وليس لم يكن خيار أنا لم أفهم هذين يأتي يقولون المغاربة خمسة الخضر وفوكي في اليوم لماذا خمسة؟ نحن نعيسة دماغهم كان فيها ثلاثة كيف هذين هذين يعتقدون صائحة ساميرا يجب أن يفرقوا ما بين مجتمع أوروبي غربي وما بين مجتمع مغربي الذي يعتمد في نظامه الغذائي والعادات الغذائية لا الأليف الغذائية عيشها معنا دخلها معنا بغينا ونكرهنا ديالنا وهي الأهم في هذا الشيء كامل لأنها مهمة لهذا الأمراض لأن هذا المرض يتفعل الكوليستيرول نحن كمجتمع مغربي بالعادات الغذائية ديالنا لا يجب أن يكون لدينا ارتفاع الكوليستيرول لأن كل ما هو نظام غذائي مغربي تقدر ارتفاع الكوليستيرول نعطيك مثال زيت الزيتون زيت الزيتون من بين الأغذية القوية والضرورية والمهمة التي تخفى نسبة الكوليستيرول وكان الناس يقولوا مادة دهنيارة لأن الكوليستيرول حيواني ماشي نباتي الزيت البلدية من بين الأغذية التي تهبط نسبة الكوليستيرول بشكل غريب جدا ولكن هذا لا يعني بأنها لديك الكوليستيرول لا يشرب كاس لا تنظر على التغميسة كل أصباح ستغمس بزويتة البلدية ستأخذ هذه الشلطة ستأخذها واحدة معلقة ولا جوجة زويتة البلدية ستأخذها الزيت البلدية ولا تساويها الثامن إلى أخير لأنها بعد الحيان ستتشرب بكية شيء وتتخلط على شيء أخر وتتقمع الكتار ستأخذها لديك الزيت البلدية فارتفاع الكوليستيرول ساميرا خاصة نردهم على البال للناس المصابين بداء السكاري يأتي العيد الكبير مثلا إن شاء الله يوصلنا ويقولون لا أنا لا أخصني حولي يخصني التروس هذا خطأ أكبر خطأ يرتكب عند هذا المصاب المسكين بداء السكاري وهو أصلاً نفسي يديه بغي يعيد بحلو بحل الناس يحسن العوان تدوره في المادية لا يمكن وتتقول له لديك الزيت البلدية ويقولون لديك الزيت البلدية هذا خطأ لماذا؟ لأن اللحوم لا يوجد لديك الزيت البلدية لأن المصابين بداء السكاري يكون لديهم خطر الإصابة بارتفاع الكوليستيرول أكبر من الأشخاص العاديين ولكن لا تريف لغاية كل هو الغنمي في هذا النهار أو يومين هو الذي سيطلع الكوليستيرول باختلاف الأنظمة الغدائية لكن الشخص لديه نظام غدائي غير متوازن والناس الذين يعانون لن نرتفع الكوليستيرول أولا يجب أن يدخلوا الألياف الغدائية النظام الغدائي الخبز والخبز والخبز والخدرات والخدرات والخرب والكامون إلى آخره النقطة الثانية يقصوا من التناول للحوم للحوم رأي الناس خطئين يقولون أن نأخذ لا يوجد الكوليستيرول خطأ جميع اللحوم تحتوي على الكوليستيرول لا تدخلوا للحوم لا تدخلوا معها الأسماك الأسماك لا تدخلوا نفس الخانة ولكن السمك لا تدخلوا مقليا في الزيت ولكن سيكون مقليا في الزيت ما ندرناه الناس يبعدون المقليات في الزيت وبعدون إدروجيني تدخلوا المشبهة ويمرتصوا هذه الحركة ويتخلصوا من الكوليستيرول أما لكي نقوموا ندروا بعض الأمور التي هي بعض الأحيان تتضرب أعداء أخرى نظام غدائي طبيعي متوازين سوف نتخلصوا من الكوليستيرول شكرا لك ساميرا شكرا لك ساميرا شكرا لك ساميرا لأخو أسبوع المقبل بإذن الله